شحقاً شحقاً بالأقدام شحقاً شحقاً بالأقدام شحقاً بالأقدام شحقاً 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 في تداغرات اليوم الثاني التدامن مع فلسطين تحت شعار الشعب المغربي بصوت واحد من أجل التنديد بالجرائم الصهيونية ودعم المقاومة الفلسطينية وإسقاط التطبيع وتجريمه وهو استبرار في البرنامج النضالي المتعلق بالتدامن مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده ومقاومته والذي كان اليوم الوطني التضامن الأول ليوم الأحد 16 مايو 2021 أحد محطاته اندجها والمعبر عن الموقف الشعبي ببلادنا اتجاه القضية الفلسطينية وتنديدا بالجرائم الشنعاء ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الاستطاني الصهيون العنصر الغاشم في حق الشعب الفلسطيني وأرضه عبر أشرس وأبشع أشكال التقتيل والتدمير عبر القصف الوحشي الجوي والبري والبحري وتنديدا بجرائم الحرب المختلفة في حق قطاع غزة وفي حق بناتها وأبنائها وأطفالها ونسائها ورجالها شيبها وشبابها وتنديدا أيضا بالمنع الصادر عن سلطات الرباط للمسيرة الشعبية الوطنية المقررة هذا اليوم بالرباط ما يؤكد الخيال العظمى للقضية الفلسطينية والإصرار على نهج التطبيع مع العدو الصهيوني ضدا على إرادة الشعب المغربي وقوامه الحية والجبهة المحلية لدعم فلسطين عن دعم فلسطين ودد التطبيع التعبر من خلالكم لجماهير شعبنا الفلسطيني البطن عن تضامنها ومساندة المطلقة واللام شروطة فإنها تؤكد العزم على نصرة خضاياه واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة عبر مختلف أشكال والآليات النضالية فإنها في الوقت نفسه تسجل إدانتها وبأشد عبارات الشجب استمرار النظام المخزني في توغله في التطبيع تنفيذا لإملاءات الأسياد في الإمبريالية العالمية والصهيونية والرجعية العربية اعتزاجها وتقديرها لانتصار المقاومة المسلحة الباسلة الذي حققته في معركة غير مسبوقة دفاعا عن المسجد الأقصى ومدينة القدس والتي من خلالها خاضت أروع ملحبة في تاريخ الكباح والتي أربكت العدو الصهيوني وتمكنت من نقل المعركة إلى عمق أعماقه مكبدة إياه خسائر بشرية ومادية هامة كما عطرت اقتصاده امتعاضها من موقف المنتظم الدولي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية عبر أجهزة الأمم المتحدة التي لم تحرش ساكنا تجاه ما تعرضت له الأرض الفلسطينية في غزة من ضمار وتخريب وتقتيل بوحشية وما يتعرض له البيت بقدس من تدنيس وتهويد وتغيير للبعالم وتهجير قصر لأياله وسكانه وسكانه الأصليين أصحاب الأرض والتاريخ والشرية كما تسجل بأسف شديد تخاذ الحكام العرب وهرولتهم نحو التطبيع على العدو الصيوني واعتمادهم المقاربة الأمنية في قمع جميع أشكال الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني البطن شكرا للمقاومة الفلسطينية التي رفعت رأس الأمة عاليا شكرا لها على تأكيد أن القدس عاصبة أبدية للفلسطين شكرا لها أن عادت القضية الفلسطينية إلى موقعها الطبيعي في وجدان الشعور العربية وأكدت بعد بعدها التحرري والإنساني والقومي مما عمق عزة الكيان الصيوني وكشف عنصريته وعدوانيته شكرا لها أن أعاد التوحيد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في قطاع غزة والدفة الغربية وداخل أراضي المحتلة سنة 1948 وفي الشتات شكرا لها لأنها أسقطت الرهان على اتفاقيات الخيانة وأحرجت موقعها وعمقت الهوى بينهم وبين شعوبهم وأثبتت بما لا يدعو وجانا للشب أن التطبيع خيانة ولل ميتا وعقيما ضد إرادة الشعوب شكرا للمقاومة التي لقرت دروس البلغة في الصمود وحطمت كل أوهام التطبيع وأهدافه المتمتلة في محو ذاكرة الأجيال العالية والمستقبلية وتمسي وإقبار القضية الفلسطينية وتزوير تاريخها وتشويه عبر بوابة التطبيع التقافي والتربوي وأثبتت أن الشعب الفلسطيني وكافة حركات تحرر العالمية المناهزة للاستعمار والإمبريالي والسيونية يستحيل هزبها شكرا لها أن أثبتت أن الصراع مع المشروع الإمبريالي السيوني هو صراع وجود لا صراع حدود فالشعب الذي يقدم العزاء بالأهازير وبأشكال نوعية راقية وبمعنويات مرصفعة يستحيل هزبه وبوجود هذا الجيل على امتداد الوطن الفلسطيني المحتل حتما سينتصر وسيرحل الغزاة ويبقى الشعب صاحب الأرض والتاريخ وحامي التوابت شعبا لن يموت المجد والخلود للشهداء ورحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جنانه ومتمنياتنا للجرحى بشفاء العجل التحية والتقدير لكل أحرار العالم وللشعوب العربية على دعمهم للملحمة البطولية للشعب الفلسطين البطال الخزي والعار لكل الخونة والذل والهوان للمطبعين والمهرولين اشتركوا في القناة شكرا